السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو رح نحلو نشرحو دروس ونحلو تمارين صفحة 48 و49 و50 للوحدة الثانية لسنة أولى ثانوي جميع الشعب إذن شوفوا معايا هنا نقل لك ومش من هي لك تشوفوا الصور وشنه هي القصة أو الحكاية اللي معروفة في الحكاوي العربية أو في الليالي العربية قصص ألف وليلة وليلة أيضا هنا من هذه الصورة وش من صورة وش من قصة أو مش من حكاية أتعبر عليها هل هي أعلى دن and the magic lamb ألي بابا and the forty thieves the voyages of cindibad the sailor the fisherman and the genie the story of king شهريار and his brother وشكون هي هاد الحكاية اللي راهي في هاد السورة هنا تركزوا مليح وتشوفوا وش من حكاية شكون هو الشخصية إذن هنا الإجابة أنت هذا التمرين هي the voyages of cindibad the sailor cindibad البحري أو رحالات cindibad البحري نروح نشوفوا الآن التمرين الموالي look at the characters in the pictures above and guess who is the hero إذن هنا في الصور رحين نجبدوا الهيرو البطل اللي هو cindibad إذن هذا هو اللي لو لبس جيلي حمرة وتريكو مخطط أوكي التمرين اللي موره now look at picture b and guess which part of the word the map represents circle the correct letter and justify your answer رحين نشوفوا الخريطة اللي راهي في بي وتقولوا مش من هي الجيها في الخريطة اللي راهي تمثلها الصورة إذن هنا عدنا china north africa the middle east ولا إيران وين راهي الخريطة بي وش من الموقع عند تحها china ولا north africa ولا the middle east ولا إيران إذن هنا الإجابة الأحداث أيضا تا cindibad كانت in the middle east اللي هو الشرق الأوسط أوكي إذن c هي الإجابة الصفحة الموالية listen to the first part of the tail and check your answers to exercises one two and three on the previous page هنا بعد ما تسمعوه في القصة نتعى cindibad رايحين اتصحوا التمارين انتحكم بعد number two the pictures on the previous page الصور في الصفحة اللي فاتت مراهمش مرتبين reorder them to get a coherent pictures or picture story ومبعد match letters one to six in the box with picture numbers A to F إذن الصور مراهمش أمرتبين هنا رايحين نرتبوهم باش نتحصلوا على أحداث القصة أمرتبين إذن رايحين نربطوا الأرقام من واحد إلى ستة مع الحروف A to F أوكي إذن هنا نشوفوا الإجابة مع بعض هذا التمرين إذن هنا عدنا الصورة الأولى عدنا C number two هي B number three D وE F وNumber 6 هي A C B D E F and A هذا هو الترتيب باش نتحصلوا على القصة نشوفوا التمرين الموالي here is the picture story in words هم حطونا القصة بجمل اللي رايحين نشوفوهم from A to D رايحين أيضا نرتبوهم باش نتحصلوا على فقرة هنا الجمل رايحون محطوطين the king's horseman took me to shelter إلى غيرها inherited a lot of money وبعد عدنا C المهم الحكاية كاملها هي from A to E انتم هنا وش رايحين ندروا رايحين نرتبوها رايحين نرتبوها وراهي الجملة الأولى وراهي الجملة الثانية وراهي الجملة الثالثة إلى غيرها في هذا الجدول إذن هنا القصة ترتب بهذا الطريقة B D E F A and C الجملة الأولى هي B الجملة الثانية هي D والثالثة E ومبعد F A and C ذو كان هنا ما كتبت لكم شو القصة كامل بسك التمرين الموالي رايحين تكتبوهم هذا الجمل كامل ديروهم في قصة هنا رايحين بين القصة رتبت لكم الجمل انتم معليكم فقط تبدوها بهذا الطريقة I'm Sindbad the sailor You probably know about me if you've read Arabian nights I've made seven voyages Today I will tell you about my adventures during my first voyage Well إلى غيرها وتكمل هنا More well تبدو تكتبوا الجمل اللي رايحي أمامنا Number five Now close your books and tell the sindybads tale to your classmate إذن تمرين الرابع ترتبوا الجمل ديروهم في قصة وبعد تمرين الخالص نبدو الفقرة هذه بعد ما تغلق الكتاب وتكتب فقرة حول sindybad هنا هذا فقط هنا بش يخلوكم أنكم تعتمدوا تكتبوا وحدكم قصص ولا فقرات إذن شوفوا معي هنا الفقرات التي تلكم حول sindybad البحري كامل شط العرب and to the gulf to the far east بدى الرحلة نتاعو من بغداد للبرسة وبعد من ثم أبحر إلى شط العرب وبعد من مراها راح إلى الرحلة الموالية On our way في طريقنا to the far east كانوا راحين للشرق البعيد We needed fresh water احتاجوا الماء في البحر لازم يشربوا الماء وخلاص لهم So we stopped to get some in an island حبسوا في واحد الجزيرة بش يجيبوا الماء There هناك One of the king's horsemen helped me واحد من حراس الملك أعاونهم He took me to a shelter of a cave and gave me food إداه إلى ملجأ هو عبارة عن كهف وعطالوا الماكلة One day واحد النهار I went to the harbor and saw boxed on راح للمرفأ وشاف مجموعة من السفن One of the ships at our car My name was written on them بعد ما عاونوا هذي الملك في يوم الأيام رجع راح الوحد المرفأ لقى في بزاف سفن سفينة من هذي السفن اسمه كان مكتوب عليها إذن هذا الحارس سمع ليه سفينة من السفن تخريداً لذكره ولا لأنه كان معروف في وقته شوفوا تمارين الصفحة الموالية صفحة خمسين عدنا listening and speaking رايحين نشوفوا final ed كيفاش تنطق في الأفعال هل تنطق t ولا d ولا eed عندكم مجموعتين عدنا أفعال عفواً مجموعتين راحين نشوفوا final ed انتحهم كيفاش ينطق إذن هذا التمرين بسيط راحين نجاوبوا عليه أمع بعض إذن عدنا traveled and sailed with d stopped with t عدنا الجدول الثاني فيه أيضاً ثلاثة أفعال عدنا started and landed وعدنا climbed with d ومبعد عدنا listen and check راحين تسمعوهم وتواسعوا وتحصحوا التمرين انتحكم التمرين المواري عدنا pairwork عمل جماعي prepare a short dialogue using the adjectives above and act it out راحين نديرو dialogue بينك وبين زميلك تستعمل فيها هاذ ال adjectives اللي راحين يوروهن عدنا example I saw ولا I read a detective film or a book what was it like هنا راح تطرح سؤال على صاحبك وش من الكتاب يحب يقرأه ولا ش من فيلم يحب يتفرجه ومبعد يقوله السبب وعلاه تحبه هنا هو راح يوصفه لك على يحب يقرأ ذاك الكتاب ولا على يحب يتفرج ذاك الفيلم باستعمال adjectives مثل wonderful depressing إلى غيرها وهنا فقط حوارين صغيرين ولا حوار بسيط بينك وبين زميلك الهدف منه أنك تستعمل ال adjectives اللي راهي أمامك أمثلة ودير adjectives من عندك المهم يكون لهم نفس أدنى المساج المخبي هنا في هذا الجملة هو I like the book because it has good characters هو المساج المشفر أو الرسالة اللي راهي متخبية في the hidden message الآن رحوا نشوفوا number four دتلكم مثال بسيط حول محادثة بين تلميذين إذن student A and student B tell me what is your favorite book my favorite book is Dracula كتاب Dracula وأيضا كين فيلم دراكولا تقدر تدير بوك ولا فيلم why do you like it I like it because it tells us a scary and an absorbing story إذن نحبوا لي أن يورينا فيها الخوف والرعب انتع القصة and it shows us powerful characters وتبين لنا شخصيات قوية إذن هذا هو النموذج أديرو نماذج من عندكم محادثات بين طالبين إذن نتمنى إن شاء الله هذا المواضيع والشرح يفيدكم نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر